السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتسبع المشاهد الأعزاء في قناة عقوم براهيم للعقرة تمكناس اليوم تنقترح لكم عقار من الفئة المتوسطة التي تتواجد في منزل والفي عمارة التي تكون نسبلي وأربع طوابق كل طبق فيها أربعة من الشقاق العقار اليوم هو عبارة على شقا بجوجة الواجهات ثلاثة غرفة من الغرفة الرئيسية بالحمام مطبخ بالبالكون وعندنا صالون والسجر وحمام مشترك موقع قريب من جميع المرافق شقا بجوجة الواجهات وعند جوجة الإطلالات مفتوحين الإطلالة الأولى مفتوحة على جرده والإطلالة الثانية أنفص معك شريع كبير بالإضافة لفيلات كما تناخدوا واحد من النبرة من الإطلالة النافيدات يبنى البنايات التي أنفص معنا بعض وكما ذكرت شقاق بجوجة الواجهات صالون وعندنا هذا السجر الذي يساعد شكل صالة مانجي الذي يأتي عن فاس مع المطبخ وعندنا كما ذكرنا المطبخ بالبالكون مجموعة الامتيازات من ناحية الفينيسيون الموقع والثمن المناسي بالنسبة للثمن في هذه الشقاق في هذه العمارة ببتداء من 30 مليون بالنسبة للشقاق الواجهة وحده الذي يكون هناك ثلاثة الغرف وصالون ومطبخ وبالنسبة للشقاق الواجهات ببتداء من الثمن 42 مليون طابق الرابع 42 والذي تحت منه 43 44 45 إذن بالنسبة للطابق الأول الثمن دير 45 قابل للنقاش والطابق الرابع 42 قابل للنقاش وكل واحدة يشوف الطابق الممكن أنه يكون مناسب له كان عندنا هنا مدخلة مباشرة على الدين اليمن تلقى الحمام كان في الظهر وفاسك للبابع من بعد تلقى الصالون عندنا هنا وسط الدار الذي يأتي إلى الأجليسة على شكل السجر وذي تلقى الترتيب للغرف الأولى والثانية والثالثة هذه الغرفة الرئيسية والغرفة الخاصة بالوالدين التي تتفر لنا على حمام خاص خاص أن الغرفة تتفر كذلك على البلاكار كما لاحظنا يطلع الأنفاس بالذكر فهذه الشقة التي تتواجد في الطابق الأول الذي سنوصله للشقة في الطابق الثاني والطابق الثالث ستكون الرؤية ووضحة ستكون الشوفة بعيدة لاحظنا من الغرفة لاحظنا لديك من الغرفة أو الشمش أو إلى الإطلالة الرائعة بالنسبة بالنسبة الناس الذين يسولوا على الموقع سنوصل من القرب من حي المنصر موقع ممتاز قريب من جميع المرافق بالنسبة الذين يدرون زيارة على المكان فقط كفية ومتصار بنا لننتقلوا معهم ونعينوا معهم هذا الموقع هذا الشقاق شقاق واحدين آخرين ويبقى الاختيار كل واحد إذن لدينا بالنسبة هذه الشقاق لا يوجد جميع النوافد على الشارع كما تلاحظون البني بعيد حراقي ونقي والثمن الذي ذكرت لكم ثمن جدا مناسب بالنسبة المساحة المساحة إجمالية 94 متر بالنسبة هذا الشقاق اللي فيهم جيدة الواجهات ومن طبيعة الحال التيتر هذه تكون المساحة اللي هي أقل وعندنا كما ذكرنا الشقة المجاورة اللي بواجهة واحدة بمساحة إجمالية 84 متر كما ذكرنا ابتداء 39.8 قابل للنقاش فما تترددوك الاتصال بنا لننتقلوا معكم من أي مكان اكتشفوا معكم هذه العرض ونطلبوا من الله الخير واتسير لأي واحدة تنتمينا أن الشرح العقار الذي نقدم لكم اليوم يكون كافي ليكون أعطانا فكرة على هذا العقار من بعد هنا هذه اللقاء المطبخ وهو كذلك بمساحة ما شاء الله متوسطة بالإضافة أنه تتفر على بالكون كما تعرفون البالكون وهذه تستعمل في البلصة ومشاهدة الصابون لدينا شقة مشابهة لهذه وكذلك يوجد الواجهات كانت تقريبا واحد الفرق لدينا من طبخ قبر من هذا لأتمينا تثبت من 43 بالنسبة للعرض المشابه الذي ذكرت بهذا لأنه كانت توجده في عمارة لما شاء الله لدينا ثلاثة الواجهات وعطتنا بواجهة وحدة ولكن تقريبا لدينا واحدة لفاصة كبيرة التي يسمح أنه وعطينا مجموعة النوافذة الشارع لنشاء الله في القريب نضع لكم العقار المشابهة